التي رسخت خلال شهور الثلاثة الماضية أخشى عليها لأنها ما تزال طرية ولم تترسق في العقل السياسي اليمني أخشى بالفعل أن صالح يجر القبائل إلى حرب يمنية يمنية وهذا الحقيقة هو تخوف الكثيرين الآن من المراقبين لأشأن اليمني دكتور ظافر العجمي يعني ثلاثة أيام الآن وهذه الاشتباكات ما زالت قائمة وفي عداد كبيرة من القتلى والجرحى ماذا لو استمر الوضع على ما هو عليه كيف يمكن التحرك في هذه المبادرة الخليجية وهل يمكن أن تتدخل دول الخليج للوساطة الآن بين الطرفين بين ولاد الأحمر وبين الرئيس في إنهاء هذه الحالة من الاشتباكات أولا أعتقد أن الرئيس صالح حقق جزئية هو يتمناها وهو تأجيج الوضع وجر البلاد إلى حرب يعني أكثر ما يسره أن تتناقلوا كلات الأنباء اشتباكات بين الرئيس أو اشتباكات شريحة في العاصمة بينه وبين مسلحين قبليين يسعون الإطاحة به يعني الإطاحة به بهذه الصيغة كأنه هو المظلوم فجر البلاد إلى الفوضى يجعله كأنه المخلص الوحيد بنفس الوقت أعتقد أن دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي سيسارع للتدخل يعني هو ذكر اليوم أنه لا يريد تدويل الأزمة لكي تصبح كليبيا وقال أنها شأن داخلي ويجب أن لا تصل لمجلس الأمن ويشدد أنه لا يتلقى أوامر من أي جهات خارجية طبعا هذه لا تعدو إلا أن تكون مناورة لكن إذا وصل الأمر إلى أن يكون هناك تدخل دولي سواء من فرض نوع من القرارات من مجلس الأمن أعتقد أن المجتمع الدولي لن يتردد حيث أنه لم يتردد مع القذافي حتى يتردد مع صالح وهشاشة النظام في اليمن أكثر من هشاشة النظام في ليبيا عندما تدخل هذه من جهة ثانية عفوا ليبيا من جهة أخرى يعني موقع اليمن الاستراتيجي وقربها من الخليج العربي بأهميته للعالم كافة أعتقد أن المجتمع الدولي سوف يتدخل بدرجة ما لكن أعتقد أنه سيكون هناك تدرج في التدخل يعني أتمنى أن يتم عزل الرئيس أولا بإجراءات معينة كما تم في السيناريو الليبي والسيناريو الآن يجري مع السوريين أعتقد أن هذا السيناريو الأول ثم يتبعه إجراءات أخرى لكن حتى هذا هو إجراءات خطرة ستدفع الرئيس إلى اتخاذ إجراءات مضادة ستقسم المجتمع اليمني وتبعاتها كثيرة فنتمنى أن تنجح الدبلوماسية أولا في تحقيق ما نصب إليه من تنازله والوصول إلى انتقال سلمي للسلطة لذلك دكتور ضافر نسأل عن دور دول الخليج إذا ما كان فيه دور للوساطة بين الطرفين الآن قبل العودة لحديث عن المبادرة من جديد دكتور ضافر العاجمي المدير التنفيذ لمجموعة مراقبة الخليج شكرا جزيلا لك على المشاركة دكتور محمد الظاهر وأستاذ العلوم السياسية في جامعة صنعاء شكرا جزيلا لك على المشاركة دكتور عادل الشجاع وأستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة صنعاء أيضا شكرا جزيلا لك على المشاركة شكرا جزيلا لك